ميكروسوفت في النسخة الجديدة لسويت أوفيس 2013 خدت بعين الاعتبار أن العديد من المستعملين سيستعملوا هذا البرامج في أجهزة تكتيل بحال السمارتفون أو تابلت وحتى الحاسوب اللي عنده شاشة تكتيل وهذا هو السبب اللي جعل ميكروسوفت تعطينا هذا الميزة ديالومو التكتيل فالهدف هنا هو التأكد من أن المستعملين ما غير يضغطوش على شي كومونت بالغلط وأن أي ميزة بغاو كيختاروها بشكل صحيح وهذا شي اللي غنتعرفو عليه الآن إذن هنا عدنا واجهات المستعمل أمود صغي وكيما كتشوفوا الرموز صغيرة والمجال قليل فيما بينهم فهذا الحيز من اللي عمل بهذا الشكل ما مناسبش لكنا غنخدموه على أجهزة تكتيل حيث المسافة ما بين اللي كومونت ما كتسمحش باستعمال أصابع ديالنا في الاختيار الصحيح اللي كومونت اللي محتاجين إذن من أجل هذا غنستعملوا لأمود تكتيل ومن أجل تفاعل ديالو غنمشيوه هنا الفوق على ليسر ونضغطوه على هاد السهم الصغير كنختارو مود تكتيل صغي وبالتالي يمكننا نشوفو الرمز ديال لو مود تكتيل فلا بعضو تيك سغابيد بالضغط على هاد الرمز تيبانونا الجوج اختيارات الأول مود صغي والتاني مود تكتيل فلو مود صغي هو المود لعدنا افتراضيا والآن باش ندزول لمود تكتيل يكفي نختاروه بالضغط على الاختيار تكتيل لاحظوا معي الفرق لي كومونت فلغيبان ولو بحجم كبير او متبعدين الشيء اللي غايساعدنا في الاختيار الصحيح للي كومونت اللي محتاجين الآن لما كنتوش محتاجين للمود تكتيل نرجعوا للمود صغي بالضغط هنا ونختارو للمود صغي اذا كان هدا هو للمود تكتيل في الورد 2013 ولي كيسمح لنا نخدمو مرتاحين في الاجهزة تكتيل